أولا نرحب بكم في ندوة الوطن عن مترشيحين غرفة تجارة وصناعة البحرين في دوراتها الحالية ونتمنى طبعا الجميع أن يحالفهم الحظ سواء يعني فازوا أم لم يفوزوا في النهاية هم طبعا حاولوا اجتهدوا لكي يصلوا لما يصبوا إليه فحبين في البداية نعرف عن برامج كلهم التخابية وكيفية التحقيق على أرض الواقع نبدأ الأستاذ دكتور فيصل في كتلة ريادة يعني شكلنا مجموعة من المتحمسين للدخول في السبق الانتخابي ونحن طبعا نتمنى لكلنا يفوز يعني وهذا مجال للعمل وليس مجال فقط لأن الواحد يفتخر بوجوده هناك وأنا حقيقة لا بد أقول إن إذا الواحد عند استعداد للعمل فهو يرشح نفسه فإذا ما عنده استعداد للعمل فهو يكون عمل سيئتين أول شيء أخذ موقع أحد اللي ممكن يعمل ويتعطل العمل عن الإنجاز ودائما نحن نعتقد أن غرفة التجارة والصناعة في أي دولة سواء كانت في الخليج أو في دول العالم هي العمود الفقري للاقتصاد في تلك الدولة وما تقدر الغرفة هذه إنها تبني وتعمل على أساس تحقق أهدافها إلا بتكاتف أعضاؤها يعني تكون هناك مجلس دارة يقيد لكن الأعضاء مهم جدا أن يكونوا متواجدين بحيث أن يدعمون مجلس الدارة ما يمكننا مجلس الدارة أن يعمل من غير ما يكون هناك تكاتف ومشاركة من الأعضاء اللي هم التجار لكي يقوموا بتحقيق أهدافهم وطبعا في كتلة ريادة تم اختيار مجموعة من الأعضاء المتحفزين اللي هم عندهم استعداد العمل لخوض هذه الانتخابات إحنا وصل عددنا 12 تقريبا وإن شاء الله عندنا طبعا برنامج انتخابي عملينا إحنا يعني لسه عندنا من الأهداف اللي نحاول نوصل لها القثروا هذه الأهداف مثلا واحدة من أهدافنا تشجيع التجار على الإنتاج والتصنيع والتصديق هذا الشي اللي احنا شفناها خلال الزيارات الميدانية اللي مرينا عليها خلال هالفترة اللي اجتمعناها مع بعض لاحظنا إن البحرين عندنا الكثير من الشباب الوادين اللي عندهم هوم بيزنس وعندهم صناعات اللي يصنعوها بإيدهم وما عارفين الآلية اللي ممكن يطلعونها برع البحرين وأنا بنفسي دخلت بهذه المجال وعندي موديل اللي اشتغلت عليه وطورته وحين يبت شركات من برع البحرين خذيت طريقة النوهاو والبرودوبت وأصنع وحين أصدر برع البحرين فحب إن هذا المجال اللي أنا دخلته أخدم الشباب والتجار بهذه التجربة اللي هم محتاجينها هاته واحدة من الأهداف اللي احنا نحاول أن نحققها في كتلتنا هدف ثاني احنا نحاول نسع عليه وهو تحفيز الشباب والمتقاعدين عشان يبدئون المشاريع التجارية احنا نظرتنا إنه في عندنا أسس كبير في البلد وهم الشباب والمتقاعدين الكثير منهم إنه خبرات ما حد قاعد يستفيد منها وحبين يدخلون معارك الحياة ويدخلون تجارب تجارية يحتاجون أحد يوجههم شلون يبتدون احنا عندنا خبرات كثيرة في البحرين نقدر احنا عن طريق الندوات عن طريق المؤتمرات نقدر احنا نحطهم على طريق البدايتهم ونقدر نساعدهم بالخبرات الموجودة في البحرين فهذه واحدة من الأشياء اللي احنا نشتغل عليها ثالث نقطة نحاول احنا نشتغل عليها تطوير آليات عمل الغرفة وتغييرها على ان تكون الغرفة هي الممثل الحقيقي والبيت الحاضن للقطاع الخاص لأن احنا نشوف خلال هالسنوات اللي احنا اشتغلنا فيها كلنا خبراتنا فوق يعني الـ 20 سنة أو 15 سنة لحظنا عزوف من الأعضاء ان يقدمون أصواتهم كل ما نسألهم ليش يقولون ما عندنا ثقة ما شفنا أي دور حق الغرفة يساعدنا في معترك الحياة التجارية فاحنا شغلنا نعيد الثقة ومرة ثانية ونرسخها على مبادئ الشفافية بيننا وبين الأعضاء احنا طبعا كتلة التجار 22 مجموعة من أصحاب الأعمال نمثل شريحة كبيرة مننا يمثلون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لليوم فعلا الجائحة غيرت نظام كثير من المؤسسات الكبيرة صارت متوسطة والمتوسطة صارت صغيرة معانا أيضا مجموعة يديدة من ويوه جديدة معانا وأكثرهم شباب لأنه كان ضروري أننا نسمع لكل الآراء ولازم يكون ممثل عن كل الأصحاب العمال متواجد معانا في الكتلة تركيز الكتلة طبعا اليوم على موضوعين إلا هو الاستدامة والنماء وهذا ضروري جدا بسبة الجائحة اضطرنا أننا نركز على استدامة المؤسسات في البحرين بدل ما نركز على استراتيجيتنا معانا إحنا فعلا يعني ما كملنا استراتيجيتنا بس قدرنا نحقق أكثر من 90% من أهداف اللي كنا أساسا نحطينها لندخلنا المجلس في 2018 لكن من ضمن الأشي اللي كنا نبي نسويها أهداف اللي جان العشر لجان وعادة هيكلة اللي جان يعقوب كان معانا في العادة الهيكلة كان من ضمن المجموعة واشتغلنا على تشكيل عشر لجان قطاعية تركز على قطاعات مختلفة قبل المشكلة اللي كانت تصير أنه كان عندنا 28 لجنة يعني أي عضو إيه القرفة يقدم مقترح أو يقدم مشكلة يقومون يشكلون لجنة فيها إحنا لا غيرنا الهيكلة طبعا غيرنا مجرد لأنه إحنا حبين نغير قعدنا ندرس كيف فريق عمل الستركتر في اليونيتد نيشنز قعدنا نشوف الستركتر في سنجابور شيمبر فحطيننا لنا بنشماركس وأهداف وغيرنا آلية هيكلة اللي جان وقدرنا نركز على عشر لجان لكن من ضمن هالعشرة خمسة منهم لجان أساسية إلا هي التعليم والتدريب التكنولوجيا عندنا اللوجستيكس والترانسبرتاشن الفاينانس فكل هاللي جان أنت اليوم في أي قطاع تكون اليوم في الاندستري أو في الهيلث أو الاندوكيشن طبعا في الاندستري تكون أو في الهيلث تكون أو في العقار تكون تحتاج كل هالخمسة تحتاج التعليم والتدريب تحتاج الرأس المال تحتاج التكنولوجي والتطوير وبالذات الكوفيد يعني جرب لنا موضوع التفعيل التكنولوجي لكننا متوقعين بيصير خلال عشر سنوات اللياي صار اليوم فكل هالأمور احنا خذينا في الاعتبار وشكلنا عشر لجان قطاعية وخلينا الرؤساء أقلبهم يكونون متخصصين ناس كفاءة عندهم خبرة في القطاع نفسه اللي هم يمثلون سواء كرئاسة أو كأعضاء فاليوم احنا ككتلة تجار 22 هدفنا الاستدامة والنماء هدفنا عندنا 22 هدف مركزين عليه وهذه استراتيجية احنا حطينها والاستراتيجية اليوم قاعدين بعدين نركز على تفعيل هالاستراتيجيات لكن من ضمن أهم المواضيع اللي بنركز عليها اللي هي شلون احنا نقدر نحمي التاجر اليوم في البحرين شلون نقدر نخليهم يستديمون بالرقم من الصعوبات اللي قاعدة تصيدهم موضوع الجائحة موضوع الانفليشن اللي عندنا موضوع الاليكونوميك بروblemز جلوبيلي موضوع اللوجستيكس يعني احنا اليوم هدفنا نطلع التاجر البحريني برع لكن اذا عندك انت مشكلة اللوجستيكس قيمتها وصل لأكثر من 500 بالمئة شنو الحلول علشان ان احنا التاجر البحرين ننطلع بضاعته ولا خدماته خارج البحرين فهل التركيز يكون بس على مجرد دول عربية او دول خليج مبدئيا ليما الاوضاع تهدأ وليما نشوف طريق ان نطلعهم خارج دول خليج فهذه من ضمن الامور ثانيا طبعا تركيز على موضوع التأمين احنا اليوم العالم كله عندهم liability insurance تأمين اللي يغطي مشاكل التجار فاذا التاجر اليوم صاددته مشاكل عندك فعلا عندك اليوم البنكربسي لقانون الافلاص او اعادة الهيكلة موجود ومن احسن ما يكون لكن نفس الوقت ليش ما يكون عندنا تأمين liability insurance مثل ما فيه في العالم كله ليش التاجر الصغير البحريني لازم يرهن نفسه وعياله وبيته وسيارته علشان انه يحقق احلامه فمهم جدا انه احنا ان يكون عندنا آليات انه نساعد المواطن البحريني او التاجر اللي حتى مو مواطن اللي موجود في البحرين ما يحتاج انه هو يروح يرهن اللي وراه وجدامه علشان يشتقل ويحقق حلمه ويأكل مرته وعياله وأهله ففيه طرق فيه طريقة ثالثة هي الاندماجات اللي احنا اليوم عندنا نسبة كبيرة شريحة كبيرة 98% من المؤسسات صغيرة ومتوسطة لكن نفس الوقت عندنا شغلة مهمة في البحرين اللي هي التقليد الكمبيتشن ما عندنا الكالتشر انه والله انا في هذه المؤسسة نفس تقريبا اللي انا سوي ليش ما اكلمهم ونندمج مع بعض وبدال ما اثنين نتم صغار نكون اثنين مع بعض يصير شركة اكبر فهذه الاندماجات مهمة جدا احنا من ضمن الاهداف طبعا بعد بنركز على موضوع الكريديت ريتينج بلاتفورم احنا اليوم عندنا مشكلة ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مو بس عندهم مشكلة انه ما يحصلون التمويل من البنوك حتى الموظفين اللي يشتغلون عندهم ما يحصلون التمويل ليش لان المؤسسة بنفسها ما في التشريع اللي يشرع ان هذه المؤسسات يكونون من ضمن مضلة السنترل بانك والمؤسسات المالية المحلية تاخذ ضمان المؤسسات الصغيرة فحتى الموظفين اللي يشتغلون في هالمؤسسات الصغيرة قاعدين يعانون ولهالسبب عدد نسبة البحرينيين اللي يشتغلون في المؤسسات الصغيرة جدا قليلة وبسبب ان الحوافز مو موجودة فاذا انت تروح تأسس مؤسسة صغيرة وتوظف لك بحرينيين وباشر هالبحريني يحتاج يروح يشتري له سيارة او ياخذ قرص شخصي يبي يشتري له بيت ولا يأجر شقة ولا يتزوج ما في بنك بيعطيه وبسبب ليش لان المؤسسة الصغيرة مو مقبولة عند المصارف طبعا مهم جدا ان احنا نوضح ان الغرفة ما تقدر تشرع قانون الغرفة ما تسمح لنا ان احنا نشرع او ان احنا ان احنا ناخذ قرارات في امور تخص التشريعات او اللي تخص الرسوم او تخص البابلك سكتور لكن احنا ادفوكيتس اللي غيرنا اسلوبنا الاربع سنوات اللي طافت ان احنا اللي نتيننا مشكلة مو بس نروح ونصارخ في الجرايد او نروح نطق على باب الحكومة ونقول تعالى وغيره لا ناخذ المشروع وندرسه ندرسه مع اللجان ندرسه مع الخبراء اللي في القطاع نسوي فوكس جروبس يعني في كل موضوع احنا درسنا اجتمعنا معه ما بين مائتين وخمسين لخمسمائة شخص بتوين فوكس جروبس وسيرفيس علشان ناخذ اراءهم بعدين نطلع بحلول مع الاشخاص الممثلين في القطاع ونرفع هالحلول للحكومة طبعا الحكومة اليوم خذت كثير من الحلول اللي عطيناها وطبقت ونفذت الحلول احنا ما نقدر نقول احنا كغرفة سويناها صعبة يعني في النهاية مو هدفنا ان احنا ناخذ الكردت قدما هدفنا نشوف ان احنا قاعدين نخدم السوق التجاري وهذي هدفنا الاساسي برنامج يرتكز او سلوغن ماله هي تنافس وابتكار لان احس حان الوقت الحين ان نفكر ان شلون نطلع خارج البوكس في ضل يعني الوضع الراهن والتحديات اللي يواجهها السوق فمن وجهة نظري الغرفة لو دخلت الى مدلس ادارة الغرفة الغرفة هي لجنة يعني ما هي تنفيذية ولا تشريعية هي راح تنقل صوت التجار بس لازم يكون في رسالة من الغرفة توجهها تخاطب فيها الحكومة على اساس تعطيها شنه المشكلة يعني الحكومة ما ممكن تاخد خطوة وتروح عشان تعالج مشكلة بدون ما الواحد يرفع المشكلة يعني يسوي على ما يقولون يعني هايلايت الى المشكلة شنه المشكلة طبعا انا الشعار برنامج الانتخابي تعافي وانا طبعا اخترت هالمرة اني اكون مستقل لعدة اسباب واحد منها اعتقد الاخت هدى ذكرت ان في عزوف شديد صاير يعني بين الناس واذا واحد يشوف الاحصاء يعني العزوف طبعا اذا نقارن بين الانتخابات السابقة الانتخابات السابقة كان فيه تقريبا 73 او بالتحديد 73 مرشح اليوم تأقل من النص 33 في المقابل كان فيه اربع كتل اليوم فيه كتلة واحدة وكان التقليد انه الكتل في السابق يعني وبعدين كتلة ثانية سامحوني كان فيه تقليد انه الكتل كانت بين 15 الى 16 شخص لانه تعطي مثل ما تكون فرص حق تحالف او تعاون في الكتلة الرئيسية اختارت انها يعني تختار انها 18 فالانطباع اللي صاير في السوق اليوم بديت ابحث يعني اسباب شنو الانطباع اللي موجود في السوق وليش العزوف بديت اسأل يعني التجار فكانت الاسباب يعني اولا نسبة الانتخاب يعني كان حسب ما اذكر كان يمكن اقل من 10% من الكتلة الانتخابية اصلا في السابق يعني ففيه تابعات من السابق الانطباع اللي موجود اليوم ان التجار يقول لك الغرفة بتعدت عنها واحنا في المقابل نبتعد عنها يقول لك فترة كوفيد كان مثل ما تقول انا سمي الاختبار ما شفنا الغرفة الغرفة ما كانت الملجأ او الملجأ اللي نطمح له ان تكون توقف معانا في الشدايد ما لقيناها فشعاري يعني او اهداف البرامج اذا اختصرهم هما 14 هدف اذا اختصرهم يعني فاختزلهم في 4-5 هدف يعني حفاظا للوقت فالله يسلمك واحدة من يعني اهداف برامج الانتخابية ان نستثمر الاموال المكدسة في الغرفة اليوم الغرفة الله يسلمك عندهم اموال مكدسة من الاشتراكات المبنى القديم الله يسلمك مثل ما هو على حطته يعني مبنى مهجور في موقع استراتيجي كان يجب ان يستثمر ابسط ما شيء كان يصير انه اعادة تأهيلة اعادة تأهيلة كان نفكر مثلا واحد من اهداف انه نساوي مسرعات فيه ممكن يصير مثلا متحف بما انه هو متحف تجاري يوثق مثلا ابرز الشخصيات المحطات التجارية ومحطات المهمة اللي صارت في الاقتصاد الوطني في المقابل بالامكان الغرفة هم انه تفيد الاقتصاد الوطني تفيد التجار اول شيء عندها محلات بالامكان انه نتأجر على رواد اعمال خاصة افكار مميزة ببالغ زهيدة هذه اموالها تستطيع انها تسوي شيء فيه بالاضافة طبعا سوق منامة اليوم سوق منامة صراحة فيه عليه وايد كومنتز فيه وايد عليه الاقتصاد الوطني يستفيد منها يعني كان فيه عرض كان فيه بروبوزل من الادارة السابقة يعني قبل المجلس الحالي او المجلس الاوتقوين نزين البربوزل ذي نحط على جموة الاسار طبعا هاي ما كان يستفيد منها اقتصاد البحرين بحرين تستفيد منها التاجر البحرين يستفيد منها واحد من الشغلات الثانية اللزامية الاشتراك اليوم اللزام الاشتراك ازين انا قلت في واحد برامج اللي عندي لا رسوم من غير خدمة اذا اليوم انا كتاجر ازين ما حصل لي انا خدمة في المقابل ليش اتعرسم اليوم فيه محلات كثيرة الاستاذ ذكرت ان فيه محلات صغيرة اللي بيعون العباية واللي بيعون محلات الاكسيسوريز السنبوسة الخباس ما يعرف الغرفة ذي وشي الخدمة اللي تقدمنا وشي استفاد من الغرفة فاحنا نلزم انه يدفع في المقابل ما في خدمة القطاعات اليوم القطاعات الاستراتيجية وقطاعات الواحدة اليوم القطاع المصرفي يشتفي يقول احنا من اكبر دفعي لاشتراكات حق الغرفة بحكم انها راسمالهم اعلى من 5 مليون دينور وهم من اكبر مساهمين في الاقتصاد الوطني من المساهم غير النفطي اليوم يساهمون ما بين 17% في اقتصادنا الوطني zero contribution من الغرفة لهم هذي كلامهم انا اجتماع اجتماعت اجتماعت معهم كلهم هاي كلامهم مون جامع اليهم واسفات مالية في المنزل يدفعون فاذا يدفعون فما يحصلون خدمة في المقابل فيقول لك هما شنو شكويهم يقول لك احنا في ولا سفرة من سفرات المتعددة اللي الغرفة اطلعت فيها خارج البحرين ولا كنا معاهم ولا هما جابوا احد وفد تجاري يجتمعنا وياه معناته احنا اجنورت ايسوليتد منهم الغرفة هي تسمى بيت التجار في كل مكان يسمى بيت التجار معناته ان هذا الجمعية او الحاضنة لكل رجال اللي اعمال في البحرين سواء من القطاع المأساسات الصغيرة او الشركات الكبيرة فانا لابد يعني طبعا ذكروا العزوف وفعلا فيه عزوف من التجار واحنا لما لفينا على معظم القطاعات في البحرين لقين ان الناس يعني ما تدري اذا هي عضو في القرفة ولا لا يخصم من اثناء السجل يخصم من الرسوم وما يدري ولا شاف القرفة ولا يدري مكانها وهذا مشكلة يعني فاحنا يعني لابد من نحنا ندرس الظاهرة هذه لابد من دراستها يعني فعلا دراستها دراسة حثيثة ومعرفة شن الأسباب اللي تمنع الشخص منه يتواصل معك وبعدين تحاول تكسبه من ناحية ثانية مثل ما قالوا الاخوان طبعا انا ممحصلة اني اخذ الفلوس من الناس واجمعها شن الهدف منها لابد اذا لم يكن هناك قانون لاستخدام هذه الاموال لصالح التجار ولصالح القطاع التجاري لابد اني انا احاول اعمل على تشريع هذه القوانين مع المؤسسات الدولة الموجودة اشرك مجلس النواب اشرك المؤسسات الاخرى لاصدار هذه القرارات والقوانين اللي تسمح لي باني استخدم هاي الاموال لصالح التجار يعني انا في مثلا جائحة كورونا الدولة تصرف قالوا 4 بليون 4 مليار دولار او دينار على وساعدة التجار بينما غرفة التجارة تظل ساكنة في هذا الموضوع ما يمكن ما يمكن هذا الشيء فهناك ومثل ما قال الاخر يعقوب طبعا المبنى المبنى هذا في مكان حيوي المبنى القديم لم يستغل لفترة من الزمن فترة طويلة بينما ممكن هو يدر اموال على الغرفة احنا كذلك كنا نفكر ان هذا المبنى ممكن نسوي حاضنات للتجار الصغار يبتدون فيه ففي عندنا افكار كثيرة لاستغلال هذا المبنى لما تروح الى اي بنك من البنوك التقليدية بالطالب تجيب 50% من الانكمال يتعاملك معاملة شخص موظف يستلم معاش اخر الشهر هذا غلط هذا نحتاج تشريعات خاصة حق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما هو الحال في الولايات المتحدة الامريكية ما ممكن تقارن واحد موظف وعنده معاش بواحد عنده بزنس يوم عنده صفر ويوم عنده الف هذا واحد بدل ما نلوم التجارة يعني تشوف واجد من المحلات التجارية اغلقت بسبب بسيط واعتقد مكانها وزارة التجارة تتدارك هذا الموضوع السجلات اللي ألغيت لعدم تجييدها في الوقت المناسب وأكيد ألغيت بسبب ما قادرين يدفعون أوعدهم مشاكل مثلا سيولة بأمكانهم واني هذا اقترحت على فكرة في تواصل يعيدون الجدول يعطونهم شانس الكل يتغنوا في قانون الإفلاس قبل لا روح لقانون الإفلاس روحوا لقانون يعطيهم المجال أن يفتحون سجلاتهم بأقل تكلفة ممكنة على أساس ما يصنوا عاطلين عن العمل والدولة تكون مسؤولة عنهم بعضين أنا ما أعتقد أن لما يكون هناك عزوف ألوم التاجر ما يصير أنا لازم أدرس الموضوع في البداية أشوف شنو السبب العزوف هذا مقاطع ليش مقاطع مقاطعة تاخذ معاني سياسية ومعاني أخرى احنا ما نتكلم عن مقاطعة العزوف يعني أنا لما أكون في جمعية وأحس أن الجمعية هذه ما تعمل لي شيء بينما تأخذ مني مثل ما قال رسوم طيب أنا أروح أروح لها ليش ما تسك ما قعد تسوي لي شيء وفي كثير من التجار يقول والله رحنا وكان فيه سابقا أنا ما أدري الحين ولا سابقا كان فيه حتى هو بين أعضاء مجلس الإدارة وبين الناس الناس لا تستطيع توصل لأي واحد فيهم هناك سيكوريتي لم تستطيع لا تستطيع توصل إلى المهم نحن ما نتحدث عن هذا الحين هذا جزء بس أنا أقول أن أي جمعية مهنية أو جمعية سياسية أو جمعية تخدم مجموعة من التخصصين هذه الجمعية المفروض تكون هي الحامي الدافع لهذه الأعضاء الجمعية لازم تستجيب لمشاكل الموجودة في أرض الواقع يعني أنا لما يكون في بطالة في البحرينيين زي هي مو من شغلات غرفة تجارة مو من أهميات المفروض تستجيب لهذا الشيء الدولة قاعدة تعمل وزارة العمل تعمل بس الغرفة قد يجوز عملت لكنها المفروض تعمل بصورة أكبر لما يكون هناك مشكلة السجلات المؤجرة لما يكون هناك مشكلة البياز المرينة كل هذا يؤثر على التاجر البحريني فبالتالي أنا المفروض يكون لي قرار يكون لي موقف في هذا الموضوع بحيث أني قد يجوز أنا ما أقدر رسلني القوانين مثل ما قالت الأخت سونية ما أقدر لكن أنا لما يكون عندي قرار وموقف قوي الحكومة تسمع لي الجهات المعنية تسمع لي لنسوين نبتدين إحنا وابتدين نسوي ورش عمل وما يالس ودختي كانت موجودة في كل مجلس أول مجالس سويناها عدد الحضور كان 50 وصلنا لي مجالس الـ VAT طاف 3500 شخص حضروا من السوق التجاري فكل المجالس ولينسوي نسوي 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 وكان عندنا مجرد 90 سيت بين الرؤساء وبين الأعضاء استلمنا أكثر من 850 أبليكيشن ذات ورس كورد ذات ورس كرين والتالي صار لقاءات مع الـ والشيرمن والشيرومن وهما اللي اختار والأعضاء في اللجان فلين تقولون في عزوف أنا اختلف معاكم في هالشي إحنا بالعكس الرد فعل من السوق التجاري اللي استلمنا يعني تجاوبهم حق الاستبيانات حق الفوكس جروبس لين نعزمهم لينيون وصلنا في كذا دراسة أول دراسة سويناها إلا إيه شنو يحتاجون المؤسسات الصغيرة أكثر من ألف تاجر شارك في هالدراسة وحصلنا صوتهم واستبياناتهم ردوا ومن الاستبيانات سوينا لهم فوكس جروبس بس انت عندك 40 ألف ويبيلك وقت علشان توصل لهم كلهم وفعلا يمكن الماركتينج إحنا كان في البداية ضعيف اليوم الماركتينج يعني كنا looking for the right person إنه يمسك الماركتينج فإحنا اليوم عندنا 90 member seat ونحصل أكثر من 800 application هذا دليل إنه فعلا السوق التجاري اليوم حاط عيني ويبي شارك الغرفة عندنا اليوم قسم حق الشكاوي مئات الشكاوي ليش وفعلا 90% من حلوا ليش لأنه فعلا هم قاعدين يشوفون إن الغرفة طرف مهم إنه تستلم شكاويهم وتباشر في هالشكاوي مع الأطراف عندنا لجنة مشتركة مع مجلس النواب عندنا لجنة مشتركة مع مجلس الشورى نجتمع معاهم مرة في الشهر ونناقش كل الأمور من الدراسات اللي سويناها حق الحكومة أول ما ابتدت الكوفيد way forward شنو تحتاج الحكومة تسوي علشان إنه نسيطر على الوقت وضع الاقتصادي ونحمي التجار اللي موجودين في البحرين ونفس الوقت يكون في نمو في الاقتصاد طرشنا لهم عطينهم أكثر من 14 ركومنديشن كثير منهم تنفذت منها الكويدتي فاند منها الريستركشرين اللي قاعد صور تأجيل للقروض منها الجولدن فيزل اللي اليوم طلعت لأن حتى لأن بي اف دي اي إحنا ما نبي بس أي واحد يي البحرين اللي بيي البحرين الأجنبي لازم يضيف يكون لقيمة مضافة حق اقتصاد البحرين مو بس حق الاقتصاد حق المواطن اللي بيتوظف عنده إنه لازم يتعلم و لازم يتدرب فهذه من الأمور اللي احنا عطيناهم فإذا تقولون اليوم القرفة غايبة أنا أختلف معاكم لأنه فعلا القرفة كانت غايبة لكن اليوم مرة في الشهر سمو ولي العهد رئيس الوزراء يجتمع مرة في الشهر كاجول لازم يعني this is in his calendar نسبة المشاركة سواء من الناخبين أو المرشحين المرشحين خوان عندنا الرقام ونشوفها عادل يعني حتى كتلة ريادة اليوم كان فيه تردد في بعض الأشخاص صار ما صار ما صار الحمد لله يعني في النهاية الكتلة ما شاء الله جميلة ومتماسكة لكن كان فيه تردد في السابق كان فيه كتلة ثانية بعد ترددت وطلعت ما صار فيه شانس هذه كلها مؤشرات يا جماعة الخير مؤشرات اليوم نكلم من أشخاص يقول لك والله أنا سامحني ما بايي أو بايي يعني هاي واقع ما نقدر نطلع عنا ليش يعني أنا ممكن أذكر بعض الأسباب اللي يذكروه لي الناس قال أول شي طبعا فترة كورونا مثل ما قلنا فترة الاختبار ما شفنا الجماعة ما كانوا الملجأ ما كانوا البيت اللي المفروض يكون يحتوينا هاي واحد الثنينة سبب الثاني الانطباع اللي عندهم أغلبية الحاملي سجل هو أكثر من ثلاثين وتسعين فيلمين من حاملي سجل هما شركات صغيرة وتواسطة ثمانية وتسعين شكرا فشي يقول لك هذول الجماعة يقول لك احنا القانون الجديد حق التصويت كان هدف استبعادنا هذي انطباع موجود عندهم هاي انطباع ناو انطباع موجود فيقول لك اليوم شغلة ثانية الغرفة أصبحت نادي للنخبة هذي واقع اليوم طريقة المجلس اللي مساوينا بطريقة تستبعد الناس النتي يعني أنا أستغرب المجلس شكان فيه أنا أعتقد أول أولويات نحن ندرس سبب العزوف أنا أعطيتكم أسبابه نزيل اشراك القطاعات ذالين ضمن اتخاذ القرار اليوم اتخاذ القرار لازم يكونون لاشخاص موجودين ممثلين لاشخاص فهذه مو الانطباع اللي عندهم لاشخاص يعني يقول لك اللي اخترناهم احنا في اللجان أول شي اللجان اتخاذ القرار اللجان ما عندهم حرية اليوم ما عندهم اتونومي إننا يأخذ القرار كل شي لازم يرجع فوق بيصرف ربية بيسوي شي بيحط شي لازم يرجع موافقة فوق بيحط تصريح بيطلع اعلان في الجريدة أنت موجودة في اللجان ما يقدر يأخذ إلا بموافقة من فوق فأنت هني تخلق كيانات سنترلايزد فأنت إذا تعطي الأتونومي حق كل كيان وتعطي حرية مطلقة تعطي ميزانية تحرك وييب لنا ذلك الساعة تحصل تفاعل اليوم الأجانب مثلاً خاصة للبحرين في قطاع الترانسبورت أي الأجنبي يعني الأوسيويين تحديداً يأخذ لها باص ينجح فيه ويب لعشرين باص في المقابل ربعة يأخذون هالبزنس في المقابل يأخذون إرادات المواطنين لا جهة حكومية من غير سجل من غير شي لا جهة حكومية لا مرور لا حد يوقفه فالعملية تكثر فالريال عندها أسطول من السيارات هالقطاع ذي أصلاً المفروض لا يدخل فيه إلا مواطن فقط المشكلة في بعض الشركات متعثرة في البنوك التقليدية لو رحت بتاخد قرض من البنوك يمكن ما يعطونك القرض ولهذا السبب قبل أزمة الكورونا وزير المالية على لسان يعني ولي العهد شافه والحل أن خلوا بنك التنمية وقالوا بيعطون قروض على أساس أن ما تكون يعني التيرمز والكنديشن مالها نفس عشاء فهذا كان أحد الحلول أنا شنو أطالب يعني بدل ما كل يوم نحن طالب تعالوا يا بنوك سووا الريسكاجولينج هو هدك بالنسبة للبنوك يعني لو بسألك وتسألها شنو سوت البنوك وما سووا لنا شي سووا لنا إعادة الجدولة ودفعنا الانترست كمستهلك لكن هي كبنوك شي مزعج لهم أن يعيدون الجدولة كامل فبدل ما يعيدون يعني يكون الحل مؤقد ليش ما يكون مدة القرد بدل ما خمس سنين تكون مثلا عشر سنين 12 سنة تتمدد مرة واحدة فبتكون الاقصاط القص بيكون أقل وفي نفس الوقت البنوك بتستفيد لأن الفائدة بتكون أزيد ففي النهاية تسوين حج مستهلك حصل سيولة وقدر يضخ في البزنس ما لو ينتمي وفي نفس الوقت البنوك رح تستفيد لأن كل ما طالت المدة زادت الفائدة هذا أحد الحلول يمكن عساس نحل هذه المشكلة بدل ما تكون حلول يعني مؤقتة نشوف حلول جدرية حل ثاني يمكن بعض الشركات ما ممكن يعطونهم قروض لذا دخلوا في الديفولت وفي الديفولت يعني عدم سداد القرض لأي سبب من كان تكون الغرفة وهذا واحد من ضمن برنامجي إنشاء صندوق للمتعثرين من الغرفة في الغرفة أصحاب المؤسسة الصغيرة والمتوسطة إنشاء صندوق دائم للمتعثرين حق أي مشكلة ممكن تكون يعني مثلا مشكلة الكورونا ما حد كان نحاط إليها يعني حتى إحنا أيام البنوك نحط بزنس كنتينيوتي بلان التي استدامة استدامة السوق بس ما قد حطينا حق مرض بيجي مثلا فهذا كان مو مستبعد إنه مرض بيجي فلما يكون في صندوق دائم في الغرفة بس طبعا الغرفة ما عندها الحق ولا الصلاحية إنه تاخد فلوس مشتركين وتوزعها على الأعضاء المحتاجين لأنه غير قانوني وغير شرعي لكن لو تتعاون مع جهات معنية مثل فريق البحرين مثل التمكين إنه تساعد يكون شي حق أي إكسترا أوردونري إفنت يصير إنه هذا الفند موجود ممكن يعطي أي أحد متعثر إنه ما يموت البزنس في النهاية شوف إحنا خلال زيارتنا الميدانية حق الأسواق في البحرين الأسواق التجارية لاحظنا كمية كبيرة من الشباب البحريني اللي يصنعون their own product في البحرين كلهم ما هندهم ذاك الخبرات إنه يطلعونها بره إنشاركم في مهارز بره حتى بأشي بسيطة مثلا نقولهم حصلتوا دعم من تمكين طريقة التقديم حق التمكين مثلا ما هندهم ذاك الخبرات اللي يقدون يوصرون حق هال المؤسسات البلد اللي تساعد هالخبرات ناس ما قلت لك أنا مثلا بصفة شخصية دخلت هالتجربة بنفسي وشريت شركات عالمية من برع ويبتل الخبرات من برع هو كله أبوح من غير أحد ساعني شريت هاي بتل الخبرات في البحرين وطورت الشركات وأنا يعني أحين دخلت أشياء من البحرين بكواليتي بهاي ستندر وأطلع صنعه في البحرين وأشارك في معارض برع البحرين وأصدر وورور حق الفروحي وحق الزباين عندي أنا مثلا في سنوات كثيرة من حياتي العملية شارك ويا تمكين سوينا ندوات حق الطلبة حق الأشخاص اللي حابين يدخلون في المجال التجاري يبوني تعلمون من خبرات دم أنا ما أشوف إلا ليش إحسو ما نشارك هم في هالندوات نشارك هم في المؤتمرات اللي إحنا ممكن نسويها ونوصل هالخبرات لهم ونخليهم نشاركون برع البحرين ما أعتقد يعني الحرام هذه المؤهلات اللي موجودة عندنا هالطاقة الموجودة الشبابية إحنا ما نستثمرها وندخلها في الحركة التجاري اللي عندنا ونصلى ها تمثل البحرين برع البحرين إحنا الكتلة اللي قامت عليها تم اختيار أعضاؤها بعناية تامة كتلة الرياضة بحيث إن الغالبية عندهم أهلات أكاديمية لا تقل عن ماجستير ودكتورة بالإضافة إلى خبراتهم العملية في مجالهم فعدنا في قطاع المحامي في قطاع المقاولات في قطاع التدريب في القطاع الأكاديمي في القطاع المصر فهذه كلهم خبرات تمتزج كلها إن شاء الله إذا فازت وتبتدي تعمل سياسات كل شخص في مجاله لتطوير عمل الغرفة يعني حضرت الرمان على الحلفية العلمية حلفية العلمية والخبرات اللي عندهم والخبر وكذلك بالنسبة للصناعات أنا أبي أحتضن الابتكارات لدى الشباب يعني في طبعا تبكين تدعم تدعم بالمال لكن أنا أبي أكتشف هالابتكارات الموجودة واحتضنها وأنميها ورياتة أعمال وأخليها بحيث إنهم بحيث إنهم يقدرون يكونوا فاعلين في المجتمع لأن أنا يعني أنتو رأيت كثير يعني خلال الفترة السابقة في ناس واجد تشتكي في الإنستغرام يقول أنا عندي مشروع وأنا خلاص اليوم بوقف يعني طيب هذا مسكين يعني حط كل مال مثل ما قالت سونيا قبل حط كل مال في هذا المشروع وصارت أزمة والأزمة هذه ما تبقى دائمة يعني الأزمة وبالتالي أنا كجهة موجودة حاضنة للتجار المفروض أني أنا أخلق للفرص أنه يقدر يتمكن من البقاء والاستمرارية ما يمكن لما تيجي كل أزمة ونحن أزمة كورونا عن طبيب يعني أزمة كورونا يمكن تيجي وتروح وتيجي أزمة أخرى يعني فبالتالي كل أزمة تجيلي قطاع التجاري مجموعة منهم يطلعون فهذا غير ممكن يعني فلابد أني أنا أحطي خطط ودراسات بحيث أني أنا أواجه هذه الأزمات أثناء عملي تراجع القبال أو العزوف للشارع التجاري بنسبة تقريبا 60-70% مقارن بالدورة السابقة كيف يمكن استعادة هذه الثقة لدى التجار أو أعضاء الغرفة بصفة خاصة العزوف جاء لسببين على حسب ما سمعت واحد منهم الشارع التجاري لا أعرف كيف غرفة سوت لا أقصد البورد السابقين بعد لأن نفس المشكلة تتكرر ونفس الجملة العاد البورد ما سوا حقنا شي فليش إحنا نروح اللي على ما يقولون زاد الطين بلها المرة في هذه الدورة ولهذا السبب الأعداد واجد قلت أن الأصوات صار صوتين مقابل 256 صوت حق الشركات العودة فبالنسبة لهم نعم يعني الصوتين يعني هذه الأصوات الصغيرة فهم يشوفون هاي يعني أمور تعجيزية تعجيزية أيقد إحنا لازم نتجمع على أساس نكون شركة واحدة من الشركات العودة بس أنا ب يعني إني أعتقد أن ممكن هم ينافسون الشركات العودة بكون الشركات الصغيرة تمثل له نعم حق الصغيرة لو كلهم اجتمعوا وقرروا أن يشاركون في الانتخابات متأكد يقدرون يغيرون التركيبة والله أنا من رأيي يعني أنه التاجر يحتاج إلى شيء ملموس إذا أنت تبي تعيد الثقة يجب يشوف تغييرات ملموسة اليوم الغرفة يعني تحتاج شوية استقلالية هذه واقع الغرفة التاجر يحس بهالشيء فعشاص أنك تعيد ثقة التاجر يجب يشوف شيء ملموس عملنا شيء وإنت يا تاجر شفت الفائدة ذلك الساعة تلقائيا عطيت خدمة مميزة استفاد منها إذا ما استفاد من عندها لازم أول شيء نلغي نلغي موضوع إلزامية الاشتراك لازم يلغاه لأن اليوم فئة كبيرة من التجار مثل ما قلت لك ما يستفيدون منها تلغي إلزامية الاشتراك لازم أشيء ملموس سيشوفها التاجر أساس أن يتعيد الثقة مرة ثانية بالغرفة وشغلة الثالثة الأخيرة اللي أعتقدها الشراك القطاع ذي يعني أنت لما تسوي الحرية أن تأخذ القرار المناسب لها من زين ولازم عندها استقلالية ما أقول عن الغرفة ولكن فيها يعني تنسيق ولكن لازم اللي جان عندها استقلالية اللي جان اليوم مثل ما قلت لك لا تستطيع تقرر إنفاق إن كان شيء خص عملها ما تقدر تطلع بأي تصريح ما تقدر تسوي أي تسويق ما تقدر تسوي أي شيء فلازم استقلالية اللي جان اللي جان أهمة يحددون أهدافهم مو بمجلس الإدارة تحدد لحظة خلنا أكمل الله يخليك اللي جان إيه يتحدد أهدافها وإيه يتحط استراتيجية أهدافها ويكون في استراتيجي سيشن حك كل لجنب نفسهم حد ذاتهم معه متخصص في تشكيل الاستراتيجية وهم يقررون اللي يبون وهم يحطون التايم فريم في تنفيذ وهم يحطون الميزانية طبعا طبيعي الحال أنت في أي مؤسسة تجارية إذا عندك دائرة عندها مشروع لازم مجلس الإدارة يتقرر المشروع يعني ما يصر أنهم بس عشوائيا يقررون بدون موافقة مجلس الإدارة لأن في النهاية لازم استراتيجية اللي جان تكون بارلل تستراتيجية المجلس بارلل تستراتيجية الدولة ورؤية الدولة إذا إحنا في صوب مثل ما قالته دغتي واللي جان في صوب ومجلس الإدارة في صوب يعني سوريا هاي صارت خربطة ثانيا لأن يتحدد ميزانيتهم وهم بحريتهم يستخدمون الميزانية لكن لازم يكون في جاستيفيكيشن والله بالله عليك يقول لنا طلب سفرات ما تخص اللجنة ما تخص موضوع اللجنة بس لأن يبون يسافرون خلاص إحنا نوافقوا هذه أموال الأعضاء يعني باتش راحنا محاسبين في الجمعية العمومية لكن إذا شيء يخص ومن البداية يحطون المؤتمرات اللي يبون يحضرون المعارض اللي يبون يحضرون ومجلس دارة يقرون على كل هالمواضع في تقرير كوتر اللي يطلع من دائرة اللجان يعطي أبديت على كل لجنة وشنو حقيقها وفعلا اللجان اللي حقيقوا أكثر من 60% من أهدافهم يحصلون ركيغنيشن واللجان اللي حقيقوا أقل صار في تغيير في رؤساء احنا غيرنا فيه اللجان غيرنا ثلاث مرات حتى الرؤساء لأننا بنشوف فعل مو بس نبين نسمع حد شيء ليش غيرنا الرؤساء بكل سهولة لأن إذا الرئيس ما ينفعل وما يتصرف وما ينفذ ما لا وجود في القرفة هدفنا إننا إحنا نخدم الشارع التجاري في استدامة مشارعهم نمو مشارعهم وإحنا بابنا مفتوح لهم دائما في القرفة سواء موجودين أو غير موجودين أنا طبعا أول شيء أناشد كل التجار يعني سواء شركات صغيرة متوسطة الكبيرة إننا يبادرون باختيار الأفضل يعني يبادرون يعني يوصلون صوتهم العزوف طبعا مثل ما قال الأخواني ما بينفع أتمنى إنهم يبادرون ويشاركون ويختارون الأفضل أنا أضم صوتي لصوت الأخي عقوب لأن ناشد وناشد وأترجاهم إن يجون وشاركون لأنهم بأمكانهم ووصلون الشخص اللي ممكن يمثلهم وينقل معاناتهم نحن داخلين حق نساعد الشارع التجاري سواء فزنا إحنا أو غير نفاذ كلها في نهاية تطبي هدفنا لخدمة البحرين بلدنا فأتمنى التوفيق وأتمنى لكل يصوت لأن هذا حق وطني القانون يكفي لحق كل تاجر لها الحق أن يصوت وأتمنى أنهم يصوتون عشان يكون عندهم صوت في الغرفة يخدم التجارة في البحرين أقول لشارع التجاري أني أحاول كتلتنا أن نتعيد الثقة بغرفة التجارة وصناعة البحرين وسنحاول بأقصى جهودنا لكي نجلب التجار في صنع القرار الذي هو خاص بهم نحن منكم وإليكم وندعمكم